السلام عليكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد أتمنى أن يكون الجميع بألف خير اليوم في هذا الفيديو الجديد سوف أتحدث لكم عن تجربتي مع تبييد الأسنان في العيادة طبية حيث قمت مؤخرا بالذهاب إلى عيادة طبية وعمل تبييد الأسنان ولهذا أريد في هذا الفيديو أن أتقسم معكم هذه التجربة وكذلك أن أزودكم بمعلومات حصرية عن تبييد الأسنان وكذلك الطرق المستعملة في تبييد الأسنان وكذلك المخاطر والأضرار وكذلك النتائج التي حصصوا عليها من تجربتي الشخصية وهل فعلا كانت تجربة جميلة أم كانت تجربة مليئة بالأضرار والمخاطر على صحتي هذا ما سوف تعرفونه معي في هذا الفيديو وكذلك سوف نتعرف على بعض الطرق وكذلك الوسطات الطبيعية التي يمكنها أن تساعدنا في تبييد أسناننا بشكل فعال وجيد جدا لذلك أطلب منكم أصدقائي البقاء معي في هذا الفيديو بالنسبة لتجربتي في تبييد الأسنان كانت في البداية يعني في اليومين الأولين كانت تجربة جميلة يعني أضحكوا أسناني بيضاء إحساس جميل إلى غير ذلك لكن مع الوقت بدأت النتائج تظهر وللأسف كي ألخص لكم تجربتي في تبييد الأسنان كانت تجربة جد سيئة وجد مروعة وأظن أن هذا حال معظم الناس الذين يلجأون إلى تبييد أسنانهم في العيادات بطرق كيموية وبطرق عصرية أول شيء يجب معرفته عن تبييد الأسنان ألا وهو أن طبيب الأسنان يستعمل مكون يسمى بيروكسيد بيروكسيد الهيدروجين والذي يستعمل في معظم طرق تبييد الأسنان في العيادات والذي لديه أثر أو لديه نتائج جد سلبية على الأسنان بحيث أنه يقوم بتدمير وكذلك التأثير بطريقة جد سيئة وسلبية على الطبقة الواقية الخارجية للأسنان مما يؤدي إلى إصابة الأسنان بالحسسية الشديدة وبالألام حيث تصبح الأسنان حساسة تجاه معظم الأطعمة ومعظم المشروبات بحيث عندما تأكلوا بعض المأكلات أو تشربوا بعض المشروبات تشعروا مثل ألم الوخز أو ألم شديد في الأسنان بحيث أنك تتوقفوا عن الأكل وتردخوا لهذا الشعور بالألم الشديد والحسسية من بين الأمور السلبية التي تترتب عن تبييد الأسنان في العيادات وهي قتل والقضاء على البكتيريا المفيدة للفم والأسنان بحيث تصبح الأسنان يعني تستقبلوا كل البكتيريا وأي شيء بسيط يحدث للأسنان يعني يكون له تأثير سلبي ويتسببوا في ألم بالنسبة على مستوى الأسنان وهذا ما حدث معي بالضبط مباشرة في الأسبوع الأول بعد أن قمت بتبييد الأسنان يعني أيضا من بين النتائج الوخيمة والسبية المتعلقة بتبييد الأسنان بالطرق والأسليب العصرية في العيادات الطبية ألا وهي أن تبييد الأسنان يؤدي إلى ضعف طبقة الميناء طبقة الميناء المسؤولة عن حماية الأسنان من كل العوامل الخارجية ومن كل الأضرار التي يمكن أن تصيب الأسنان يعني يضعف هذه المنطقة بشكل كبير جدا وبالتالي كل ما يحدث وهو تنمو وتتكاثر البكتيريا وبالتالي هذا يؤدي إلى التسوس وإلى ضعف الأسنان وحساسية الأسنان وأمراض اللتة إلى غير ذلك مما يمكن أن يؤدي في آخر المطاف بطبيعة الحال إلى سقوط الأسنان ويعني إعطاء شكل بشع وسيء جدا للفم شيء آخر أريد أن أتناوله في هذا الفيديو ألا وهو أن هناك بعض الأشخاص الذين يستحصن أن يتجنبون تبييد الأسنان في العيادات بهذه الطرق الكيموية والعصرية لأنها بعد ذلك تصيبهم بأضرار أكثر من غيرهم على سبيل المثال نذكر الأطفال لأن أسنانهم تكونوا لازلت في مرحلة النمو وبالتالي تكونوا نوعا ما هشة وبالتالي تبييد الأسنان سوف يحدث لهم حساسية كبيرة يمكن أن يؤدي إلى سقوط أسنان إلى غير ذلك أيضا الردع والحوامل يمكن لتبييد الأسنان يعني بطرق العصرية أن يؤثر بشكل سلبي يعني يؤثروا سلبا على صحة الأم الحامل أو على المرأة الحامل أو على المرأة المرضية كذلك من بين الأشخاص الذين لا يستحسنوا أن يقوموا بتبييد أسنانهم بهذه الطرق العصرية وهم الناس الذين يتعاطون للتدخين لأنه بالرغم من أنهم سوف يقومون بتبييد الأسنان إلا وأن يعني البقع والإسفرار إلى غير ذلك يعني سرعان ما سوف يعودوا إلى أسنانهم لأنهم لازالوا يتعاطون بعد مرحلة التبييد إلى التدخين في حالة إلا في حالة إذا كانوا يعني سوف ينقطعون عن التدخين فيمكنوا أن يقوموا بتبييد الأسنان من بين الأشخاص الذين يعني لا يحبّدوا أن يقوموا بتبييد الأسنان ألا وهم الأشخاص الذين يعانون سابقا من حساسية الأسنان وأمراض اللتة لأن هذا سوف يزيد الأمر تعقيدا ولن يستفيدوا من هذا التبييد لكن مع الوقت سوف يعني يكونون مجبرون على الذهاب إلى الطبيب لمعالجة هذه الحساسية واللتة وكل الأضرار التي أصابتهم عن طريق تبييد الأسنان لأن تكونوا قد استفدتم من كل هذه المعلومات القيمة والتي تشاركتها معكم عن طريق تجربتي الشخصية المحدة مع تبييد الأسنان في العيادة يعني لا تنخدعون بالمظاهر عندما ترون ممثل أو شخص أسنانه ناصعة البيض فهو يتألم لكن يخفي هذا الألم عن طريق ربما الضحك أو الابتسامة هذا الأمر خطير جدا وله نتائج وخيمة وسلبية على الفم وعلى صحة الأسنان وكذلك على جيبك لأنك سوف تكون مجبرا بعد ذلك الإنفاق الكثير من الأموال كي تعالج مشاكل اللتة ومشاكل الحساسية وسقوط الأسنان بسبب تبييد الأسنان في العيادة لهذا يبقى من المستحسن أن نلجأ بطبيعة الحال إلى بعض الوصفات والطرق الطبيعية لأنها فعالة أيضا في تبييد الأسنان مع الوقت وليس لديها أي أضرار جانبية على صحة الأسنان وعلى صحة الإنسان بشكل عام وهذا ما سوف أتحدث عنه الآن يبقوا معي في الفيديو من الطرق الطبيعية والوصفات الطبيعية الفعالة التي يمكننا استعمالها لتبييد الأسنان بدون أضرار جانبية نذكر منها زيت جوز الهند لأنها تحتوي على مادة تسمى بحمض اللوريك والتي تساهم بشكل كبير في محاربة البكتيريا التي تتسبب في ظهور البقاء على الأسنان الطريقة نقوم بأخذ قطعة بسيطة من القطن يعني نغمسها في زيت جوز الهند ونقوم بحك الأسنان على هذا الشكل نقوم بحك الأسنان لعشر دقائق إلى ربع ساعة نتركها تقريبا عشر دقائق أخرى وبالتالي يمكننا فرق الأسنان بالمعجون الخاص بنا يمكننا اتباع هذه الطريقة على الأقل أربعة أيام في الأسبوع أو كل يوم فهذا يعطي نتائج جد رائعة في وقت وجيز جدا أيضا من بين الطرق الطبيعية الفعالة التي يمكننا استعمالها في تبيض الأسنان يعني بكل سلامة في البيت وغير مكلفة جدا وهو الفحم الفحم الذي أثبت فعاليته الكبيرة في محاربة البقع وتبيض الأسنان في وقت وجيز الوصفة يعني لاستعمال الفحم يمكننا أخذ بودرة الفحم ونضيف عليه يعني فراولة حبة فراولة واحدة يمكننا يعني هرسها ويعني خلطها مع الفحم ونقوم بأخذ يعني فرشات المعجون يعني تكون يعني فارغة يعني نظيفة ونقوم بحك هذا الخليط يعني من الفراولة والفحم على الأسنان لمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة هذا الخليط فعال جدا في تبيض الأسنان في وقت وجيز أيضا بعد ذلك يمكننا استعمال يعني بعد أننا قد قمنا بهذا الخليط يمكننا استعمال المعجون الأسنان الخاص بنا فهذا يساهم بشكل كبير جدا وفي وقت وجيز في تبيض الأسنان بشكل طبيعي وبدون أضرار جانبية أقترح عليكم وصفة أخيرة طبيعية لتبيض الأسنان ويعني أنصحوا بها الأشخاص الذين لا يعانون من حساسية مفرطة للأسنان وهي بيكربونات السوديوم زائد القليل من عصير الحامض أو عصير الليمون كما تسمونه في بلدكم يمكن أخذ ملعقة صغيرة من بلوكربونات السوديوم وتضيف عليها البضع قطرات من الحامض حتى نحصل على خليط متجانس نأخذ فرشات التي نغسل بها الأسنان تكون فارغة ونضع القليلة من الخليط وبعد ذلك سوف أريكم يعني بعد ذلك أن نقوم بحك الأسنان على هذا الشكل يعني لمدة 10 إلى 15 دقيقة لكن لا أنصحوا الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأسنان باستعمال هذه الوصفة لأنها يتساهموا في حساسية الأسنان مع الوقت يعني بعد أن نكون قد قمنا باستعمال هذه الخلطة وبعد ذلك نغسل الأسنان بمعجون الأسنان الذي نستعمله كل يوم أنا شخصيا أستعمل هذا المعجون وهو رائع جدا لكن حذاري ثم حذاري التقليد أو شكا على نهايته كريست كريست وايت لكن هذا الأصلي أو شكا على نهايته هذا كريست وايت يزيل حتى 80% من البقع مكتوبة هنا يعني مع الوقت يزيل حتى 80% من البقع لكن يمكن أن نساعد ببعض الوصفات الطبيعية التي سبق أن ذكرتها في الفيديو لحصول على أفضل النتائج وبهذا سوف نكون في غنى عن تبيض الأسنان بطرق العصرية ودفع تكاليف باهضة وفي التالي سوف تكون عدة مشاكل كالحساسية وأمراض اللتة والبكتيريا إلى غير ذلك المهم أتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو الذي تناولته في تجربتي الشخصية مع تبيض الأسنان والأثار السلبية لتبيض الأسنان بطرق العصرية وكذلك الطرق الطبيعية لتبيض الأسنان بشكل فعال وفي وقت وجيز أتمنى إذا كان هناك أشخاص يعني يرون الفيديو لأول مرة أن يشاركوا في القناة وتبعي الجرس كي يصلهم كل جديد وكذلك الإعجاب بالفيديو وأتمنى أن أبقى دائما وأكون دائما عند حصن ظنكم شكرا لكل الأشخاص الذين يدعمونني ويتركون لي تعاليق جميلة ومتجعة من كل دول العالم العربي شكرا جزيلا لكم وأتمنى أن أكون دائما عند حصن ظنكم إلى فيديو قادم دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء اشتركوا في القناة